من شوية قلتني كلمة مش حايف في المسؤولية الاجتماعية ودي مسألة مهمة جدا الرأسمالية الاجتماعية اه رأسمالية الاجتماعية اه عشان انا مهموم برضو بالمسؤولية الاجتماعية زي كتير جدا من الاعلاميين اللي بيشوفوا انه رجال الاعمال لازي بيقوموا بدور تجاه المجتمع من ناحية المسؤولية الاجتماعية الرأسمالية الاجتماعية دي المفروض طرد انها تحقق ارباح بس ينعكس ده على بلادها لان احنا المشكلة اللي كانت واجهنا قبل الثورة انه 7% نمو لخمسين واحد دلوقتي ازاي احنا عايزين نضمن انه مبقاش 7% نمو خمسين واحد يعني تدي اليوم السابح حبة من الحديد يعني ازاي ده ممكن يعني يشع على مصر يعني بتقوم بايه كحديد المصري مش كحمد ابو هشيم لا اه طبعا يعني احنا زي بقولك موضوع ان انت يعني ياريت كل ما صالح الحديد تبادر بان احنا بنقف جانب محدود الدخل في موضوع الاسكان ده ونتبرع من جزء من الانتاج بسعر التكلفة ما قلتش تبرع بيه وفي حاجات كتيرة خالد يعني يعني لو اكيد انا بحبش اعلن عن الحاجات دي ولكن الشيخ الداعية مصطفى حسني هو كان اعلن في نار الخير عمار الارض على مشروع مثلا خالد كتوصيل لألف منزل في 2013 احنا هو داخلين على 2013 ما عندهمش مياه البنك الدولي عمل تقرير على القرية دي لو تشوفه يمكن ان نزل عندك على يوم السابق تعيط يعني تلاقي الاكبر نسبة فشل كله على مستوى العالم اه صحيح واحنا عاديين هما دول مصريين هما دول اللي هما ولما دعاية المحترم عملين لهم ايه؟ وصلنا لهم بنوصل مشروع لألف بيت في الاول وبنستمر يعني ان شاء الله دعاية المحترم الجميل مصطفى حسني دخلين معاه في المشروع ده وهنستمر في كذا حاجة زي دي بس حاجات يعني بتدل ان احنا مش عايزة تبقى مؤسسية شوية يعني مثلا يبقى في مثلا صندوق للحكاية دي بقى في عدد من رجال الأعمال يعملوا حاجات للناس والله يا خالد يعني انا مش عايزة اضغط على الناس دلوقتي لان دي حرية بس بنفكر نعمل جماعية حديد المصريين لأعمال خيرية وتدخل شير معناه يعني تدخل تشارك خالد صراح بيعمل حاجة خيرية تدخل تدخل حد بيعمل بس كلنا لازم نتكتب في الموضوع ده ده اهم موضوع موجود دلوقتي ان انت النهاردة الناس محدودة الدخل والناس الفقراء البساطاء اللي راضين وعايشين وممكن ان هما بيعيشوا يا اخي بخمسمائة جنيه وربعمائة جنيه ومتين جنيه ويبقى أسرة خمسة وعايش وراضي ده لازم ترفع له مستقب عشته ولازم تساعده ولازم نخلي بالنا في الفترة دي عشان هيبدأوا لو الدنيا زادت وانسينا والاقتصاد بجد نهار الناس دي خلاص ما عندهاش حل يبقى صور الجيعة على ربنا يتقبل ان شاء الله